كافسة في مجموعة الكهيرة مختلفة كالتوار لا ده دي بصة كابتن زد قرائب جدا دلوقتي لا دي دي بص مجموعة كابتن كريم مش مجموعة بقى زي ما حضرك عايز تطلق عليها بقى حادة دي لا 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 مجموعة قوية جدا جدا خمس فرق تقال يعني عارف بلغة كورت القدم كده كابتن لا فرق تقيلة تلعب ممتاز الخمسة طبعا يعني حضرتك انا يعني اتحدى اي حد ان اي فرق في الخمسة الاوائل في مجموعة القهيرة لو راحوا دور الممتاز لا هيحققوا نتائج وياخدوا ترتيب كواس جدا جدا زد طبعا من بداية الموسم جابوا مدير فني على اعلى مستوى صاحب خبرات في الدور الممتاز وفي الممتاز بيقبل كده صعد اسوان وفرقه كابتن مجد عبد العاطي ادري يكون فرقة فرقة يعني فرقة كورة كابتن كريم فرقة محترمة جدا جدا وبرضو كلنا متوقعين ان هي هتبقى من المنافسين بشكل قوي جدا جدا وهي طبعا متصدرة الجدول دلوقتي في ودي دجلة طبعا يمكن من الفرق برضو اللي لها اسم واسمها اسم كبير جدا في عندك القناة فيه السكة الحديد فيه البتروجيت الخمس فرق دولها كابتن كريم يعني فرق تقيلة بلغة كورة القدم يعني نقدر نقول ان نزد خلاص هي المنافسة بينها وبين دجلة يعني حتى كمان الحظ او الجدول يعني سبحان الله انهم هيلعبوا يعني يوم الجمعة المباراة بينهم مباراة خطيرة اه خطيرة جدا جدا مباراة دجلة لو كسبها يفضل في المنافس زد يكسبها حسم الامور يعني محتاج تعادل بس خلاص يعني نقدر نبارك لفرق تزد لكن طبعا الخمس فرق الاوائل دولها كابتن كريم فرق محترم ازاي بقول له حضرتك الخمس مدربين مدربين تؤال يعني لو نتكلم مثلا عن زد معاهم مجد عبدالعاطي ودي دجلة معاهم مدير فني اجنبي على اعلى مستوى السكة الحديد امير عزمي مجاهد بيعمل موسم يعني ولا اروع لي مع السكة الحديد عندك القناة عنده مدير فني يعني انا بعتبره من احسن المدربين اللي موجودين كابتن محمد حليم عندك بتروجيت عنده اللي هو الخبير بتاع الدرجة ديات كابتن سيد عيد لا بصة كابتن كريم هي مجموعة صعبة جدا جدا بس حسي مات لا خلاص باينة زد ودجلة اه هي يوم الجمعة في مباراة نقدر يعني حلوة مباراة تستحق المتابعة طبعا يعني حلوة تفرج عليها زد ودجلة طبعا حلوة جدا طيب المجموعة بقى بتاعت بحري وسكندرية دي بقى اللي مجموعة حكاية دي مجموعة دور انجليزي دي مش ببالغ يا طبعا لو اللي تلاقي مثلا ايه ست سبع فرق بتنافس عادي جدا وفيهم واحدة ياخد البطاقة ولعبة الكراسة الموسيقية يعني كل اسبوع بتلاقي متصدر صح تلاقي اسبوع طنطة متصدر تلاقي اسبوع اللي بعده متصدر تلاقي بعد كده اه ابو اير تلاقي طنطة تلاقي شبين شوية تصدر بلدات المحلق اه بلدات المحلق بلدات المحلق انا انا يعني بحيي احمد عبد الرقوف ممكن احمد عبد الرقوف انا بنحازل احمد عبد الرقوف لان هو جيلي صح فأنا يعني حابب أشوف جيل جديد مدرد لا وكمانا أهاب أول تجربة ليها كابتن كريم يعني أول تجربة لي لا كاف الممتسبة طبعا بعد المصر بالسلومة كابتن يعني كنادي كبير أقصدش ما هو دي دي تحسب لمجلس دارة البلدين للمهندس محمود مصطفى الشام بصراحة داله فرصة عمره يعني أنه هو يمسك نادي بحجم البلداء أهاب برضو اسم كبير ويدله الفرصة فطبعا هو استغلها بصراحة البلداء عنده الهلال المطروحي وبعكها دي كيرنس وطنطا عنده الحمام المطروحي وبعكها منصورة أبو إير عنده كفر الشيخ وبعكها سبورتينج دي كيرنس عنده المنصورة وبعكها بلدية المحلة جمهورية شبين عنده نبرو بعد كده المجد السكندري تتكالف بلدية المحلة 52 نقطة طنطا وحلو 50 نقطة أبو إير اسمين ده 50 دي كيرنس 49 جمهورية شبين 48 حل كل الفرع عنده فرص على الضوء رؤيتك بقى يعني مثلا بلدية المحلة عنده الهلال المطروحي وبكرة في المتناول الهلال الهلال في المتناول هيبقى الوضع كما هو عليه المتصدر بلدية المحلة هيبقى الحاسم في مجموعة في مطشة كيرنس يوم الاربع اللي جاي مباراة صعبة جدا هي البلدية بقديها تكسب المباراةين تسعة لكن هي عندها اللي هي المحطة الأخيرة كابتن كريم زي ما حضرك بتقول اللي هي مباراة دي كيرنس بس عنده المنصورة والمنصورة كابتن كريم عنده أمل أنه هو يدخل دور مختلفين وغير كده كابتن أنا شايف طنطة كمان في الموضوع طنطة مش بعيد خالص طنطة بيقدم موسم كويس جدا مع كابتن عمر الأنور جدا ومحافظة على بص كابتن فيه نقطة كمان إيجابية في الموضوع كله الجونة ولوفينا الاتنين في المقدمة بنفسه الاتنين عندهم استقرار فني وإداري من أول الموسم الاتنين مفيش تغيير زد ودجلق نفس الكلام الاتنين من أول الموسم بينفسه والاتنين معهم موديلين فنين البلدية نفس الكلام البلدية والطنطة أبو إير بص الاستقرار هو اللي بيقصاك للليفل دي كيرنس دي كيرنس اللي السبب في اللي هو وصل للتسعة واربعين نقطة الخلل اللي حصل شوية حسان عبد العال بدأ بعد كده جي كابتن سعيد صبحي بعد كده ماشي كابتسعيد وجي كابتسعيد عبد العزيز وبعد كده ماشي كابتسعيد عبد العزيز ورجل كابتسعيد عبد العال تاني ده أثر بشكل كبير جدا وقف قد كيرنس نقطة كتيرة لكن شوف الباقي كله هتلاقي فيه استقرار فني واستقرار إداري